ما يجمع هو التحالف قد تفرقه المصالح كيف لا وبوادر الخلاف بين الحليفين إيران وروسيا بات أمرا واردا فما أعلان موسكو موقفها الأخير دعم توقيع معهدته سلام سريعة بين أذربيجان وأرمينيا وفتح الطرق المغلقة في إشارة إلى ممر زنغزور الذي يعبر منطقة سيونيك جنوب أرمينيا الملاصق لحدود إيران يعبر هذه المنطقة أرسل الحرس الثورية الإيراني عبر ذراعه الإعلامية تسنيم توصيات بصبغة التحذير إلى موسكو تفيد أن الممر الذي وصفه بالوهمي لن يحدث مؤكدة أن الطهران تفاجأت بالموقف الروسي رغم معرفة موسكو بموقف إيران من الممر وأن إيران تتبنى مواقف ثابتة تجاه أي تطورات صغيرة في المنطقة وخاصة في القوقاز الجنوبي وأنها ترفض أي تغييرات في حدودها أو في المناطق الأمنية المحيطة بها وأن الممر سيحرم إيران من أحد منافذها إلى أوروبا من خلال حدودها مع إيرمينيا والتي تربطها بجورجيا وروسيا كما أكدت وكالة تسنيم أن مشاكل الروس مع إيرمينيا لن يحلها ممر زنغزور الذي سيضر بالتوازن الجيوسياسي للمنطقة وأن إيران منع تدخل الناتو في القوقاز بالوقت الذي كانت روسيا منشغلة في حرب أوكرانيا كما دعت وكالة تسنيم الخارجية الروسية عقب أعلانها الموقف من الممر لعادة تعريف مفهوم العلاقات الاستراتيجية تقول صحيفة الحرس الثوري إن الاستقرار العالمي معرض للخطر إذا حاولت أي دولة حل مشكلاتها بفتح جبهات جديدة على حساب الآخرين ترجمة نانسي قنقر